من ضمن الاسئلة بعد اذنك ممكن تتكلم على الزكاة الاصطناع وعلقته بالليئة المحاسبين الفترة القادمة هل هيؤثر بشكل كبير؟ هل ستستمر مهنة المحاسبين والاعتماد على العنصر البشري؟ الاجابة وفقا الوجهة نظري نعم هيتم ما زال الاعتماد على العنصر البشري ولكن بدل ما احنا كنا بنجيب عشرين محاسب علشان يشتغلوا فيها حاجات ورقية هنجيب خمسة لانه ما زال العنصر البشري موجود فده يستدعي يستدعي انه هيبقى فيه تنفسها عالية جدا فمحتاج الناس تبقى شاطرة في المجال جدا وحباها اول حاجة عشان طرف تبدع فيه وثالت حاجة تبقى ابديتت بشكل مستمر او تبقى عندها حتة الملكة بتاعت الاجيل او ان هو بيتطور بشكل مستمر لان خلي بالكو فيها المحاسبي وفي حاجات دلوقتي تبقى بيستخدم فيها التكنولوجيا في مجال المحاسبة فلو حضرتك مش هتشتغل عليها ومن نظام ابو اديمه واستخدم الورقة والدفتر والكلام ده خلي بالك لو انت ما استخدمتش الحاجات الجديدة دي محدش هيشغلك او هيبقى حابب ان هو يستخدم الانظمة القديمة الدفاتر والحاجات دي فهو ده التأثير هل هيأثر نعم هيأثر ولكن زي ما قلت هيبقى فيه تنفسها اكتر في الشغل في مقابل استخدام البرامج اللي وفرت كتير جدا جدا وما فيها استخدام اقل للعنصر البشري